نظمت الوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير دورة تدريبية لصالح عمال الشباك الموحدة الخاص بإنشاء الشرطات العاملة في مجال تقنيات الحاسوب أحمد حامد عبد المجيد والتفاصيل من أجل تحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح الشركات والمشاريع الاستثمارية المختلفة جاءت هذه الدورة التدريبية التي نظمت من قبل الوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير لصالح العمال في الشباك الموحد وبالتنصيق مع برنامج القيمة المضافة بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني هذه الدورة التدريبية تشمل جميع البرامج الأساسية للحاسوب وذلك حتى يواكب عمال الشباك الموحد التطورات المختلفة في مجال الحاسوب وبالتالي تقديم خدمة ذات نوعية في كلمته الافتتاحية أوضح المدير العام النائب للوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير ياموت حسن أنه من أجل وضع بيئة اقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد يجب أن يكون العمال على مستوى التحديات الاقتصادية وهو الهدف من تنظيم هذه الدورة التدريبية من أجل رفع قدرات العمال وتحسين الخدمات الإدارية فالوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير تسعى إلى تحديث الإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح الشركات وذلك عبر معالجة الملفات في أقل من 24 ساعة هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على تحسين وزيادة الاستثمار سواء من داخل البلاد أو من خارجها هذا وسوف تستمر أعمال الدورة التدريبية حتى الـ 28 من هذا الشهر